بارح بالمناسبة بعد ما خلصت الحلقة لأيك ناس كاتبة انا كنت اقل لكم في الحلقة انه محمد صلاح راح المطار وسافر انجلترا واتكلم مع زميله وراح المطار وحكيت لكم القصة دي كلها بعد ما خلصت الحلقة لأيك ناس كاتبة يقول لك ايه محمد صلاح بيفكر انه يتراجع عن السفر في انجلترا فكرة اللي هو ايه حرفيا يعني السم في العسل اللي هو تبقى الدنيا هدية خلاص وبقيت الدنيا لطيفة وتلاقي واحد ايه راح لمعك واحدة كده ايه تهيجي الناس تاني وتنرفزوا متعصوا بدون ده يعني مهم بيعني محمد صلاح وصل خلاص لانجلترا وراح كمان المركز العلاجي اللي في انجلترا النهاردة وبدوا يعملوا عليه الفحوصات اللازمة عشان بإذن الله يرجع في أسرع وقت ممكن ليه منتخم مصر في كأس الأمم الأفريقية حد تاني قالك بوردو الناس اللي بترحرمي السم في العسل ده اللي هو ايه هولعي الدانية قالك ايه قالك محمد صلاح عنده مطش في الدولة الإنجليزية مش عارف يوم ايه وفي وقت مباراة مباراة مع أرسن ومباراة مع تشيلسي في وقت كاس الأمم الأفريقية فهو القصة دي اتعملت كلها عشان صلاح يسافر لانجلترا فيتعالج فيقول لك اصلاح مش هينفع يسافر لمنتخم مصر تاني خلاص يلعب معانا مطش أرسن وشيلسي كلام ده كلام فارغ فارغ اولا ان محمد صلاح مش هيعمل الحركة دي ثانيا ان منتخم مصر مش هيقبل بداية ثالثا ان ليفربول اللوائح تمنعه من هذا الأمر يعني ايه اللوائح تمنعه من هذا الأمر يعني ممنوع ان محمد صلاح يلعب مع ليفربول خلال كأس الأمم الأفريقية طبقا لهذه اللقيحة اللي بتقول ايه اقرأ معايا اللقيحة لا يحق دي اللقيحة دي من على الموقع الرسمي لاتحاد الدولة الكرة القدم لا يحق للنادي استدعاء لعبه المستدعاء من منتخب بلاده والمشاركة في المباراة طوال فترة البطولة الا بموافقة لاتحاد المنوط لواتحاد المصري مثلا على مدار فترة البطولة وخمسة أيام إضافية وحال عدم التزام النادي بذلك يتم توقيع عقوبات من جانب لجنة الاندباط والتقديم بالاتحاد الدولي لكرة القدم يعني ايه يعني لو ليفربول ما سألك ايه يا عم لا اتحاد الكرة مش كلا من ناشدعوا بيه اتحاد الكرة المصري دوت واحنا اقوى واحنا 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 فهنلاعب بقى محمد صلاح في الماتشين اللي جايين في الدولة الإنجليزية هيتعاقب ده شوف انا بقولك ايه ده احنا هنا تخطينا كل الحاجات المنطقية اللي هي ايه ان محمد صلاح يروح يشارك معاهم ويسيب منتخب مصر وده مستحيل ان اتحاد الكرة ضعيف قوي للدرجات دي انه هو هيسيب ليفربول يلاعب اللاعب ان ليفربول نفسه ما عندهش الاخلاقيات دي انه لعب مرتبط بمنتخب بلد وخلال بطولة يخلي يلاعب معمتش كل ده تخطناه طيب لو حصل فرضا حصل يعني بنسبة اقل من صفر في اللي ما فيش اصلا نسبة لو ضح اصل يعني في الخيال يعني هيتعاقب ليفربول ممنوع رسميا يعني ماينفعش فاللي بيعمل كده ناس لو ايه يصحى منهم يقولك ايه ما سيجي نعمل الخبر كده ولا نكتب حاجة على الفيسبوك ولا نكتب حاجة كده صلاح بعنا عشان يروح يلعب مع ليفربول قدام أرسنر و تشيلسي يا راجل طب يتعلم طب يعرف المعلومة على قل يعني قالك صلاح ناوي يكمل مع منطقة مصر مش يسافل انجلترا عشان تلاقي بعدك حد يقولك ايه يا عم تدتونا امل يا عم فيه في الاخر باعنا برضو يسخن الدنيا الحكاية دي بقى يتبايخة خلاص فمش هجلسي طول فيها كفاية لحد هنا يعني لما تقيد يا